أنا موظف جايز تقطعون مرات به لكن أقول كل معقول يعني خلي فهمك أبو أحمد الضمان الصحي أنت كل ما تروح دكتور ما تطلع من الدكتور أو ما تروح من أي مستشفى إذا ما تدفع لك ستين سبعين ألف صح؟ بالقليل صحي بالقليل هاي مثل ما قلت بالقليل لأن ماكو الكشفية وغيرها وهاي كل الأمور تكلفك هواي من الأموال أنت في حال طبق الضمان الصحي رح يصير عندك كارت هذا الكارت نعم أنت مسجل اسمك به ومسجل لدى وزارة الصحة أنت من المشتركين بموضوعات الضمان الصحي هو رح يشمل كل شرائح المجتمع لكن رح يكون هذا الكارت إلك أنت في حال لا سامح الله تعرضت لإصابة معينة تعرضت ممكن أنه تحتاج عملية تعرضت لأي نوع من الأمراض تروح تراجع مجانا ما عندك ما تطلع فلوس صار عندك ضمان صحي تطلع الأشياء اللي ما يشمل هالضمان الصحي لكن هل معقول يعني كل مستشفى يعني هل معقول يعني مجانا لا لا نقصد لك المستشفيات الحكومية طبعا الحكومية الحكومية سنوات المرحلة الأولى رح تشمل تقريبا ثلاثة مليون عراقي آل ثلاثة مليون عراقي إلى أن توصل المراحل النهائية إلى الآن هو قاعد يعمل عليه وقاعد يشتغلون عليه وإن شاء الله تكون البادرة أفضل أنت رأيك يعني ترحب بهذا الموضوع هذا شيء يكيد أنا جاء موظف جاء يستقطعون من عندي هذا شيء يستقطعون من عندك أبو أحمد سبع تالاف سبع تالاف دينار أنت سبع تالاف دينار أبو علش قال قال الضمان الوطني اللي تكلم عنه عن الشخصين اللي تعرضوا إلى إصابة هذاك يكلفك سنويا تقريبا عشر تالاف دولار هذا الضمان الصحي تقريبا يكلفك بالسنة لا يقل عن 100 دولار أو 120 دولار يعني شيء رمزي قياسا بالسنة فاهم قصدي فأكم فارقة كبيرة جدا بخصوص موضوعة الضمان الصحي ذا فعل بشكل كبير